نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحاضة صنعاء لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين وديرية بني مطر اللقاء لاقش دور الخطباء والعلماء والمرشدين خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار في التوعية وإرشاد الناس إلى الصلاح ونبذ الخلافات وتعزيز اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي وأكد اللقاء أهمية دور الخطباء والعلماء والمرشدين في الدعوة إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات وترسيخ الوعي العام لمواجهة العدوان الغاشم وتجهيز قوافل الغذاء والمال والرجال لدعم جبهات العزة والشرف والبطولة وأكد بيان صادر عن اللقاء ضرورة اطلاع الخطباء والعلماء والمرشدين بدورهم خلال المرحلة الراهنة في توعية المجتمع بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والتصدي للعدوان وإقامة المحاضرات التوعوية بمخاطر العدوان ودع البيان الخطباء والعلماء والمرشدين إلى توعية المجتمع لتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة الشائعات والأراجيف التي يسعى تحالف العدوان لبثها في أوصاد المجتمع عبر أبواقهم المأجورة كما دع البيان المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية بالإطلاع بواجبها إذا ما يتعرض له اليمن من عدوان وأنها تتحمل مسؤولية ما يجري من انتهاكات وجرائم حرب يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني